موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقائق الإخبارية مرحبا بكم قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن إيران وافقت على وقف إرسال شحنات الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة عادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وأوضح المسؤولون الأمريكيون والسعوديون لصحيفة وولد ستريت جورنال أن توقف طهران عن تسليح الحوثيين سيضغط على الجماعة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعطي دفعة لاحتمال التوصل إلى صفقة يمنية لإنهاء الحرب في المستقبل القريب وأكد المسؤولون أن نهج إيران تجاه الصراع سيكون اختبارا حقيقيا لنجاح الاتفاق الدبلوماسي الذي توصلت إليه الرياض وطهران الأسبوع الماضي بوساطة صينية قال المركز الأمريكي للعدالة إن تعاطف جماعة الحوثي في مفاوضات جينيف يؤكد رغبتها في استغلال المآسي الإنسانية في اليمن أوضح المركز الأمريكي في بيان أن جماعة الحوثي ترفض إدراج الصحفيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جينيف كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد القحطان المختطف لديها منذ ثماني سنوات وادع المركز الحقوقي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات وبلا خص الجماعة الحوثي للالتزام باتفاق ستوك هولم الذي اججرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز دعت منظمة راشت رادار لحقوق الإنسان المبعوث الأممي هانت جرانبرغ إلى إشراك رابطة أمهات المختطفين أو أي جهة مدنية تمثل أهالي الأسرى والمختطفين من كل الأطراف للمشاركة في مباحثات سويسرا بشأن الأسرى والمختطفين وقالت راشت رادار في بيان إن ذلك من شأنه أن يعزز الطابع الإنساني للمباحثات الجارية في جينيف يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الحقوقية للأمم المتحدة حول طريقة إدارتها لملف المباحثات بشأن الأسرى والمختطفين في سويسرا ارتفع عدد ضحايا للغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي في محافظة الحديدة اليمنية بنسبة 30% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووفق ما أظهرت التقرير الشهري الصادري عن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق ستوكولما وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنها سجلت خلال الشهر الماضي سقوط 21 ضحية في صفوف المدنيين جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وفي مارب حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن من العقيل من انتشار جديد للألغام في مناطق تم تطهيرها بعد أن جرفتها سيول من مواقع تمركز ميليشي الحوثي الانقلافية وعدها العقيل المواطنين في مارب وشبوى إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة في الأودية وممرات السيول والأراضي الزراعية المغمورة بمياه السيول والإبلاغ عنها عمليات البرنامج مؤكدا أن الفراق الهندسية جاهزة لانتشال ونزع الألغام ومخلفات الحرب أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم محاولة تسلل لميليشي الحوثي الإرهابية شرق مدينة تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشي الحوثي باتجاه حي الصفا في الجبهة الشرقية لمدينة تعز أكبدت العناصر المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد وبالتزامن مع ذلك دارت الشباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين الجانبين وتركزت في محيط جبرهان والمطار القديم وحضران غرباء وعصيفر شمالا ناقشت دراسة حديثة مظاهر التجري في جماعة الحوثي المسلحة للعاصمة صنعاء خلال السنوات الثماني الماضية عبر أسالب عدة ساعت من خلالها إلى إعادة تشكيل وهندسة العاصمة صنعاء ومجتمعها ديمغرافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا الدراسة التي صدرت مؤخرا في كتاب بعنوان صنعاء المستباحة واقع التغيير الديمغرافي وتطييف المجتمع لصحفي الباحث عبدالباصة الشاجع سلطت الضواء على وسائل وأدوات المجروع الإيراني في إجراء تغيير ديمغرافي ومذهبي داخل العاصمة صنعاء وأثرها على النسيج الاجتماعي اليمني وهويته الوطنية الجامعة وأشارت الدراسة إلى أن الأراضي والعقارات والتعبئة الطائفية والأجلسة الأمنية القمعية مثلت أهم الأدوات التي تسعى جماعة الحوثي بواسطتها لإحكام قبضاتها على العاصمة صنعاء لضمان بقاء وجود فاعل لها وتكوين قاعدة سكانية موالية بإشراف إيراني كما يحدث في سوريا والعراق ولبنان أقامت دائرة الطلاب بالتجمع اليمن الإصلاح بمحافظة عمران فعالية صباحية بعنوان الحفاظ على الهوية اليمنية وسبل تعزيزها في مدينة ماربة وخلال الفعالية تم التطرق إلى الدور المحوري الذي يقوم به الشباب من طلاب الجامعات اليمنية في تعزيز الهوية اليمنية والحفاظ عليها لا سيما في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والتي سعت فيها ميليشيا الحوثي بكل قوتها إلى طمس الهوية وتجريفها وذلك من خلال تغيير المناهج الدراسية وتفريغ العقادات والتقاليد المستمدة من ديننا الإسلامي من مضمونها وشدد المشاركون في الفعالية على أهمية التصدي لهذه الجرائم الفكرية وتفنيدها ومواجهتها بكل الوسائل المتاحة قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان إن منع ظاهرة تجنيد الأطفال تعتبر بالنسبة للحكومة أولوية والتزاما أخلاقيا ودينيا قبل أن تكون التزاما دوليا وأكد عرمان في ختم البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل نقاط الاتصال العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن أن الحكومة تعول على نقاط الاتصال العسكرية بالعمل على التحقيق والتحري في مسألة تجنيد الأطفال في جميع الجبهات العسكرية والأمنية وأشدد على أن تكون لنقاط الاتصال جهود في هذا المجال كونها الجهة التي يعول عليها في إنجاح خارطة الطريقة التي تم توقيع عليها مع الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 وأشار الوزير عرمان إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة النقاط العسكرية التي تم تأهيلها خلال هذه الفترة لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاء موسعا لكل أعضاء نقاط الاتصال الثمانين بحضور وزير الدفاع ولتبادل المعلومات والتنسيق المشترك نفذ تجار مدينة عدن وقفة ومسيرة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بالقبض على قتلة التاجر محمد أحمد العديني الذي قتل الأسبوع الماضي برصاص مصلحين داخل متجره في مدينة عدن ووثقت كاميرا مراقبة خاصة بالمحل العملية الإجرامية البشعة التي تعرض لها التاجر محمد العديني حيث داهم مسلحون ملثمون متجره وأطلقوا عليه الرصاص الحي ما أدى إلى وفاته وأثارت عملية القتل بدم بارد ردود فعل واستهجان وغضب في الشارع بسبب سفك الدماء دون رادع من وازع ديني أو ضمير وطالب المحتجون مجلس القيالة الرئاسي والحكومة ومحافظ عدن بضبط المتورطين في هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها وإحقاق العدالة إنصافا للمظلومين ونصرة لأولياء دم التاجر القتيل عفى شيخ قبلي من أبناء محافظة عمران عن قاتل نجله بعد قراءة حكم القصاص رميا بالرصاص وعفى الشيخ علي علي الصعر والد المجني عليه صباح اليوم الخميس أمام مبنى نيابة مارب الإتسنافية عقب تلاوة وثيقة تنفيذ الحكم بحق الجاني البدع كمال الريمي من أبناء محافظة ريمة حيث تنازل الشيخ الصعر عن حقه في تنفيذ حكم الإعدام قصاصا من قاتل ولده والذي كان مقررا تنفيذه في نفس اللحظة إكراما لوجه الله واحتراما لوجيه الحاضرين من مشايخ ووجهها وقاد عسكريين وأمنيين من جميع أبناء القبائل اليمنية الذين وضعوا الرمزية القبلية طالبين العفو والصفح من القاتل لوجه الله وكان الشاب كمال الريمي قد أقدم على قتل زميله الشاب نصر علي الصعر قبل سنوات في مديرية نهم شرقي العاصمة صنع نحن في هذا اليوم المبارك والذي كان فيه حكم استمعنا إلى حكم القصاص من المسجون والجاني كمال علي كاسم الريمي الذي جنى على زميله نصر الصعر فوجدنا أولياء الدم وقبائل عمرال مشايخ وضباط وقضاء ورجال أعمال كان لهم الدول الكبير في حضورهم وتم أن طلبنا العفو من أولياء الدم فبادر الشيخ علي الصعر بالعفو عن الجاني فجزاه الله خير فكان موقف يرفع رأس الجميع أكد نائب مدير الأمن والشرطة في محافظة المهرة العقيد الركن أحمد علي رعفيت بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ حملة أمنية خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الأمن والاستقرار وأحث رعفيت جميع قادة الوحدات الأمنية لرفع الجاهزية خلال شهر رمضان المبارك والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة وأشهد بجهود رجال الأمن في جميع الوحدات لما يبدلونه من جهود كبيرة وتنسيق كامل مع كافة الوحدات لحفظ أمن واستقرار المحافظة دائما نشيد بكم ونثني عليكم بجهودكم الجبارة المميزة في هذا البلد الأمن والاستقرار محافظة المهرة بلدة الأمن والأمان وعلينا جميعا أن نحس بالمسؤولية والأمانة التي نحملها دائما وتكون الجاهزية مستمرة أين كانت ولن نتراجع في أي صعوبات نحن مع نوياتنا عالية وسنواجه كل صعوبات ونقضي عليها مهما كان دقائقنا الإخبارية في هذا الموجز انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة